موسيقى الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة تواصل أعمال متقابونات مصر ومدبولي يؤكد أن مبادرة حياة كريمة هي أيقونة الدولة المصرية ومدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الثالثة مساء بالقاهرة الواحدة بتوفيط جرانيتشا نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي تمنى لسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أرثر برقية عزاء إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر خلالها الرئيس عن خالص تعزي وصادق موساته في وفاة والدته داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة ودميع محبيها الصبر والسلوان افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ملتقى بنت مصر تحت عنوان التجربة المصرية ورؤية جديدة لمخاططات التعمير بالدول العربية والإفريقية يعقد الملتقى بمشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسؤولي صنضيق الاستثمار العقاري محليا وإقليميا ويستعرض الملتقى جهد التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة بالإضافة إلى تدشين مدن الجيل الرابع لبناء الجمهورية الجديدة ذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقاري المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق في أحد أهم الاقتصادات الناشئة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب وأوضح مدبولي في كلمته خلال ملتقى بنات مصر في دورته السادسة بحضور ممثل 25 دولة أن قطاع النقل الجماعي يشهد نقلة نوعية في مصر الحقيقة أيضا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الدولة المصرية قامت بجهد كبير جدا ومازالت بتقوم فيه أيضا في خلال الفترة الماضية أيضا ويكفي أننا الحمد لله أن النهاردة مياه الشرب بتصل إلى أكتر من 98.5% من عدد السكان ويمكن الواحد ونصف المية المتبقية هي في أماكن نائية يعني مش من المناسب أصلا أن نحن نوصل لهم شبكات وبالتالي يعني بيبقى بليهم وسائل أخرى لوصول المياه إليهم ولكن الأهم اللي احنا مركزين عليه كدولة النهاردة أن نحن صحيح أن فيه تغطية 98.5% بس إزاي أن نحن نضمن أن الكميات اللي بتصل لكل هؤلاء هي دي الكميات المناسبة والكافية ليهم وجهد كبير جدا بيتعمل في كل المناطق الحضرية والريفية لهذا الموضوع أيضا قطاع الصرف الصحي ويمكن بس يمكن معالي يعني فخامة الرئيس إمبارح ذكر في يعني اللقاءه إمبارح وإحنا في تقرير التنمية البشرية أن من سنة 2014 كانت نسبة التغطية في الريف المصري لا تتجاوز 11% النهاردة احنا وصلنا 38% في سنوات قليلة جدا وحول مشروع حياة كريمة أكد مدبولي أن مشروع حياة كريمة يعد أيقونة الدولة المصرية ويستهدف تطوير حياة 58 مليون مواطن اللي نقدر نقول عليه أيقونة يعني الدولة المصرية هو مشروع حياة كريمة وهو المستهدف منه تطوير حياة أكتر من 58 مليون مواطن مصري في كل ربوع الريف المصري وده بكل المقاييس هو المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة والدولة المصرية النهاردة مخصصة له طبعا مئات المليارات لتطوير هذه المشروعات الكبرى وكلها أيضا في قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية وبالتالي القطاع أعتقد أن الفترة التي نمر بها السبع سنوات الماضية وإن شاء الله الفترة القادمة أيضا هي بكل المقاييس فترة تاريخية في حياة هذا القطاع وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على الوقوف بجوار القطاع التطوير العقري الخاص ودعمه بكافة الطرق المختلفة وقال رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية متجهة في الفترة الحالية إلى موضوع الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات الدولة المصرية منتهجة في الفترة الحالية والماضية أيضا ولكن يمكن التركيز بتاعنا في هذه الفترة على موضوع الشراكة مع القطاع الخاص وفي مشروعات البنية الأساسية النهاردة سواء في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مشروعات تحلية المياه في حتى محطات الصرف الصحي والصرف المعالج للشراكة مع القطاع الخاص وأيضا طبعا في قطاع التطوير العقاري النهاردة الحمد لله الواحد سعيد أن كل المشروعات الكبرى اللي بيعلن عنها النهاردة هي في الأساس مشروعات شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر وهنا أنا أأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الوقوف بجانب القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري ويعني بنبذل كل الجهد إن شاء الله أن نحن نمكن هذا القطاع من التوسع في المرحلة القادمة كما أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الدولة تنظيم قمة دولية موسعة تحت عنوان قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحدد الموعد المناسبة لتنظيم القمة سيتم الإعلان عنه منتهز الفرصة في وجود هذا الحجد الكبير جدا من شركات المقاولات والمطورين ورؤساء اتحاد المقاولات العربية والأفريقية وأيضا أعتقد عدد من سفراء الدول الشقيقة بالإعلان عن توجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإعلان خلال الفترة القادمة الفترة القريبة القادمة جدا عن إطلاق قمة دولية موسعة تحمل اسم قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة لمنقشة طبعا قضايا التنمية العمرانية الشملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقرة الأفريقية والمنطقة العربية من جانبه قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار قال إن تجربة المدن الجديدة في مصر هي الأكبر والأنجح على مستوى العالم وأكد وزير الإسكان أن إدارة العمران بشكل ذكي ومستدام هو تحدي الفترة المقبلة تجربة المدن الجديدة المصرية وأنا يعني راجل ده شغلي أنا بقول دي أكبر وأنجح تجربة مدن جديدة في العالم ما فيش دولة عملت هذا الحجم من المدن الجديدة في العالم زي ما عملت في مصر في هذه الفترة الزمنية لما نيجي حتى نتكلم على فكرة العاصمة الإدارية الموضوع مش إن إحنا بننقل مقار حكومية على الإطلاق يعني يمكن أنا تكلمت قبل كده وتكلمت على إن العاصمة الإدارية الجديدة هي بداية التنمية في سيناء إحنا متخيلين إن بداية التنمية في سيناء هي العاصمة الإدارية الجديدة إنك بتعمل إزاحة للكتلة الحرية اللي بقت جوه المين أجلمريشن أو القاهرة إقليم القاهرة الكبرى اللي بقى حجمه السكاني حجم غير آمن من ناحية الحجم آمن قال وزير الطيران المدني محمد منار إن شركة مصر للطيران تعمل على 36 واجهة بإفريقيا منهم 19 باسم مصر للطيران وأضف منار خلال كلمته بملتقى بناة مصر أنه تم التعاون مع جنوب السودان وتتشين شركة إيركايرو وذلك في مراحلها النهائية بالإضافة إلى صيانة بعض الطائرات الليبية إفريقيا إحنا مصر طيران بتشتغل على 36 واجهة في إفريقيا منهم بننزل 19 باسم مصر طيران و16 باسم شركات في كوتشير بيننا عشان ننزل عليها اشتغلنا مع دولة غانا إحنا شغالين قريدي عندنا خط في غانا إنما تم توقيع مذكر التفاهم مع دولة غانا الشقيقة لإنشاء شركة طيران باسم غانا إيروي هيبقى مصر طيران ليها 75% والجانب الغاني 25% أكد وزير القهرباء محمد شاكر أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري يساعد على رفع كفاءة توزيع القهرباء في القرى وأشار وزير القهرباء إلى أن الوزارة تسعى للوصول بخدمة توزيع الطاقة القهربائية إلى أعلى مستوى حياة كريمة الدية هيبقى بيساهم ويساعد جدا على رفع من كفاءة التوزيع في القرى التوزيع في المدن في بعض الأماكن بصورة جيدة جدا محتاج برضو يتعامل جزء من التطوير في هذا الأمن ويمكن من ضمن الحاجات الأساسية اللي حرك سألتوا فيها وهي مراكز التحكم من ضمن الحاجات هنعاوزين نخلي مستوى خدمة الطاقة القهربية للمستهلك على أرقى مستوى يعني لو حصلت انقطاع في مكان لسبب من الأسباب في الوقت الحالي لازم حد يبلغ ويروح عمل ما يحل المشكلة بتاخد شواء وبعض من الوقت من عكس التحكم نعملها في شبكات التوزيع بتعمل حاجة بقير كده ده يستطيع المراقب اللي قاعد في مركز التحكم من يعرف المشكلة من المركز مش محتاج حد يبلغهم والشبكات بتبقى مصممة بحيث ان حرك تقدر من على بعد تقدر تتحكم في هذا الأمر انك تفصل الكهرباء عن حتة معينة وتوصل بطريقة أخرى فتستطيع ان تسترجع او تستعيد الطاقة الكهربية بسرعة جدا ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاسبوعية لمجلس الوزراء ذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح حسيسي أولى استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة مهمة وفارقة من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان تطرق رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا إلى فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي مؤكدا أن هذه خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم المناح المختلفة كما أشار رئيس الوزراء إلى عقد نسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم قراء أزمة كورونا لافتا إلى أن هذه الأزمة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف وحتمية تعزيز جود التعاون الدولي بين كافة الجهات ذات الصلة للتعافي من الجائحة أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد الانتهاء من تصنيع خمسة ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا وأوضح التزايد خلال استعراضها آخر المستجدات الخاصة بجائحة الكورونا محليا ودوليا أمام مجلس الوزراء أن إجمالية الجرعات خلال الفترة من 11 إلى 30 من سبتمبر تبلغ 22 مليون جرعة من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن عدد مراكز تقديم اللقاح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 290 مركز تطعيم في 60 جامعة جاء ذلك خلال استعراضه الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ذلك بين وزارة البيئة من جانب ووزارات التنمية المحلية والنقل والصحة من جانب آخر يأتي الاتفاق في إطار المشروع الذي أطلقته الحكومة من خلال وزارة البيئة لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى وهو المشروع الممول من البنك الدولي ووفقا للاتفاقية تقوم وحدة تنسيق المشروع المنشأة داخل وزارة البيئة بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات بالإضافة إلى تنسيق أنشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية شهد رئيس مدلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص متحدي الإعاقة عطاء عقب التوقيع أوضح وزير الأوقاف محمد مختر جمعة أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية متحدي الإعاقة وانطلاقا من دور الوزارة في خدمة المجتمع مشيرا إلى أنه بموجب البروتوكول تقوم وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية لمساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم متحدي الإعاقة عطاء من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول والذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة للأشخاص متحدي الإعاقة وإلى ذلك دشن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا تحت الشعار معا نطمئن سجل الآن جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء للأوتوبيس المتنقل المجهز لهذا الغرض حيث أكد مدبولي أهمية تشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاح وأن يعي الأهالي أهمية الحصول على التطعيم والاقتناع بأنه يسهم وبشكل كبير إما في تجنب الإصابة بالفيروس أو التخفيف من حدة الإصابة أهم حاجة يعني أننا نتمنى أننا لفترة الجاية يعني مع تزايد الأعداد اللي احنا بنشهده وكان متوقع أن احنا المواطنين يعقوا أن اللقاح بيساهم بصورة كبيرة جدا 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 أولاً بإما في تجنب الإصابة بالمرض أو في تخفيف حدة المرض لو حصل إصابة فبالتالي يعني بنأمل إن شاء الله أن يكون هناك أكبر قدر من الاستجابة من المواطنين ويعقوا أهمية اللقاح العالم كله يعني بيتجه إلى زيادة أعداد بيتلقوا اللقاحات كأهم طريقة آمنة للتجنب الإصابة بالمرض أو أعراضه كالتقيلة يعني إن شاء الله أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن شركة سيمينس ستشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكة الحديدية جاء ذلك في الإنفوغراف الذي نشره المركز يرصد فيه أهم ما جاء في إعلان شركة سيمينس عن مشروعها الجديد لبناء شبكة سكة حديدية لقطارات تفائقة السرعة تساهم في ربط أهم الموانئ الجفة والبحرية وأوضح الإنفوغراف أن التحالف الذي يضم سيمينس وعدة شركات مصرية لتطوير السكة الحديد سيضيف مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري وستقل الإنبعاثات الكربونية بنحو 70% بالمقارنة بالسيارة أو الأوتوبيس استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لاستغاثة ولي أمر يعاني نجله البالغ من العمر 13 عاما من حروق شديدة إثر تعرضه لحادث أليم وأوضح المستشار الطبي لمجلس الوزراء رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس حسام المصري أوضح أن فريق التدخل السريع للجنة تواصل مع والد الحالة لاستفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها وتحويل الحالة إلى مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل ذلك لاستكمال العلاج وإجراء الجراحة اللازمة على الفور صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2022 وأوضح المتحدث العسكري أنه سيتم مستقبال الدفعة الجديدة من المجندين اعتبارا من يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري موسيقى أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده عانت من مغبة نهب خيراتها وشدد الكاظمي خلال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة والمنعقد في العاصمة بغداد بمشاركة دولية شدد على أن الفسادة والإرهاب وجهان لعملة واحدة مشيرا إلى أن الفسادة كان حاضرا عندما زج المجتمع أو زج المجتمع في قتال طائفي من جانبه قال الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة هو فرصة هام لمؤصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكفحة الفساد وأوضح أبو الغيت في كلمته أن ظاهرة الفساد صارت تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون ميدانيا أعلنت قيادة عمليات بغداد القاء القبض على أحد العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية جنوب شرقي العاصمة العراقية وأفدت قيادة عمليات بغداد في بين اللهاب أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في محافظتي لنبار ونينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني القاء القبض على إرهابيين اثنين بالإضافة إلى ضبط 65 أبوى ناسفة اشتركوا في القناة نكدد عليكم تحية مشاهدين تعهد رئيس تونسي قيس سعيد بمحاربة المافيا التي تحكم البلاد بسيطرتها على أو في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين وقال سعيد إن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمتينه من شن هذه الحرب معركة ضد الفساد لا تزال متواصلة في تونس والتي يقودها الرئيس قيس سعيد حتى الآن واستطاع خلالها أن يعيد البلاد إلى الطريق الصحيح قيس سعيد تعهد خلال استقباله في القصر الرئاسي لعدد من أساتذة القانون الدستوري بمحاربة المافيا التي تحكم تونس بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد مؤكدا أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شن هذه الحرب المافيا التي تحكم في تونس قالوا الحكومة نختاره في الأعضاء الحكومة وشفت عديد الملفات ما هي تواجهات الحكومة؟ ما هي التي تحب تعمل؟ هذه هي محبو زيره نحب أن نكون منصب لدي مش مشكلة ويكلمك وعديت الساعات لا تتصور هذه الدرجة النفاق الساعات تتكلم مع شخص ومده ساعة وصف يقلب عليك لبيتها لا نتكلم معهم وما نتحورش مع الناس السراء اللي نكلوا بالشعب التونسي الشرعية يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة هذه الكلمات التي طالما رددها الرئيس التونسي يمكن أن تلخص شخصيته وأسلوب عمله فهو لا يزال يواصل محاربة الفساد بعدما عاست حركة النهضة الإخوانية فسادا داخل البلاد فأصل الخلافات ليس سياسيا وإنما هو في الأساس معركة ضد الفاسدين أكد الرئيس اللبناني مشي العون أن لبنان يخوض ما وصفه بمعركة الخروج من الهاوية جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الاتحاد العملي اللبناني ورئيس جمعية المصارف لبحث الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان وسبل الخروج منها وأعرب عون عن أمله بعد تشكيل الحكومة في بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التمويل مشيرا إلى وجود إرادة دولية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نديب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزرية المكلفة بصوغ البيان الوزري وعقب الاجتماع قال وزير الإعلام جورج قرداحي إن مسودة البيان الوزري ستناقش غدا سيتم إقرارها على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع عدار الفتوى مشيرا إلى أن الحكومة لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية جاء ذلك خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان حيث عرض ميقاتي رؤيته لإنهاء الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاقتماعية المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني من جانبه أشهد مفتي لبنان بالجهود التي بذلها ميقاتي لتشكيل الحكومة حسى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزاف بوريل حسى المسؤولين في لبنان على مواصلة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية العام القادم وفقا لجدولها الزمني وضمان أن تكون حرة وشفافة ونزيها وأوضح بوريل في كلمته أمام جلسة عقدها البرلمان الأوروبي وأن انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي سلطا الضوء على الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي تكتاح لبنان حاليا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات كبيرة لتلبية الاحتاجات العاجلة ودعم التعافي في البلاد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المجلس يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلمانية مع مجلس النواب العراقي بما يمثل قوة دفع ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخلال لقائه برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أكد الجبالي أن دولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار من جانبه ثمن الحلبوسي الدوراء المصرية الريادية في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها استقبل الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات محمد بن زايد ببلدة فونتان بلو وسط باريس وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه من المقرر أن يبحث ولي عهد أبوظبي مع مكرون علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات في المنطقة أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية يوسف بن أحمد العثيمين أدان ما قام به قوات الحثي من تهديد للمدنين بمحاولة استهداف مطار أبهى الدولي بطائرة مسيرة مفخخة أكد الأمين العام أن تعريض حياة المسافرين والمدنين للخطر يعد عملا إرهابيا جبانا وجريمة حرب وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني مجددا في الوقت ذاته تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها قوات الحثي باتجاه مطار أبهى جنوب غرب السعودية وقال التحالف بيان له أن انتهاكات قوات الحثي جسيمة بالنسبة للقانون الدولي الإنساني وذلك لمحاولة استهداف المدنيين مؤكدا أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هجمات قوات الحثي أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 225 مليون ناس ما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتج عن الفيروس لأربعة ملايين ثمانمائة ثلاثة وعشر ألف ثلاثمائة وثمانين وأربعين وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مائتي وعشر دولة ومناطق بيئة الولايات المتحدة في المرتبة الأولى وذلك بتسجيل واحد واربعين مليون واربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وإحدى وتسعين إصابات بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس ستة مائة وثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وثمانين وعشرين وفا تلتها الهند ثم البرازيل دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى عدم إعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا فيما يسمى بإعطاء جرعات معززة وقالت رئيسة برنامج تطوير اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية عنام رياحينعو قالت إن التخلي عن إعادة التطعيم سيساعد على تقريب نهاية الوباء مشيرة إلى أن ظهور سلالة دلتا الجديدة وأنواع أخرى من الفيروس التاجي ستقاوم عملاء اللقاحات والأجسام المضادة للأشخاص الذين قد تعافوا داعية إلى سرعة تطعيم سكان الدول التي لم يصلها اللقاح حتى الآن أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه التبرع بمائتي مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبلدان من خفضة الدخلة وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلاف فوندرلاين إن هناك تباينا ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديا والتي لقحت حتى الآن غالبية سكانها ضد الفيروس كورونا والدول الفقيرة التي تكافح للحصول على لقاحات مشيدة بحملة التحصين في الاتحاد الأوروبي والتي لقح بموجبها أكثر من 70% من السكان البالغين بشكل كامل وتعتزم السلطة في فرنسا اتخاذ إجراء ضد العاملين في قطاع الصحة والذين لم يتلقوا بعد تطعيم ضد الفيروس كورونا تصل إلى الإيقاف عن العمل اعتبارا من اليوم هذا وقالت الحكومة الفرنسية إن نحو 300 ألف عامل في الصحة لم يتلقوا بعد تطعيم ضد الفيروس كورونا ويعد تطعيم العاملين في الصحة وأقسام الطوارئ بالمستشفية الفرنسية إجباريا يأتي ذلك في البقت الذي أصدرت فيه محكمة عليا فرنسية حكما يعارض قرار وقف العمال من غير متلق اللقاح عن العمل أصدرت مدن صينية تحذيرات من الصفر قبيل فترة عطلات رئيسية بعد تفشي فيروس كورونا في أقليم كوجان والذي شهد تسبيل مائة واثنتين وخمسين إصابة محلية في خمسة أيام تأتي هذه التحذيرات قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل تستمر أسبوعا وهو موسم مهم للسياحة فضلا عن عطلة عيد منتصف الخريف التي تحلها الأسبوع المقبل تسلم الرئيس عبد الفتاح سيسي أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة أصرح متحدث والرئاسة بأن الرئيس سيسي تمنى لأسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر مؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوتيريش إلى التمسكي بروح الشراقة لمواجهة تحديات المجتمع الدولي وقال دوتيريش خلال افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن الصراع وتغير المناخ وتعميق الفقر والإقصاء وعدم المسواة وجائحة قورونا تستمر في تهديد الأرواح وسبل العيش والمستقبل مشيرا إلى أن هذه التحديات تزداد سوءا بسبب الانقسامات التي تخيف العالم بين الأغنياء والفقراء أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة يأتي هذا فيما أجرت الجارة الشمالية تجربة إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر بعد أيام من إعلان بيونجيونج أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة بعد أيام من إطلاقها صاروخ من طراز كروز بعيد المدى أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر وسط تعصر المفاوضات الرامية إلى وقف برنامجها النووي والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها عملية الإطلاق الجديدة تزامنت مع إجراء وزير الخارجية الصينية محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في العاصمة السيول لمناقشة إعلان بيونجيونج اختبار إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز كروز بنجاح خلال نهاية الأسبوع الماضي متحدثة عن أسلحة استراتيجية ذات أهمية كبرى التجربة الباليستية الجديدة لكوريا الشمالية هي الاختبار الأول الذي تجريه منذ مارس من العام الجاري ضاربة بعقوبات الأمم المتحدة عرض الحائط وكان مجلس الأمن قد فرض على بيونجيونج قرارات عدة لردعها عن مواصلة تطوير برامج أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية وردا على تجارب كوريا الشمالية المسيرة للقلق أجرت كوريا الجنوبية أيضا تجارب ناجحة لإطلاق صواريخ الباليستية من الغواصات مما رفع حالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية أعرب الرئيس الكوري الجنوبي منجئ عن أمله في أن تواصل الصين دعمها لعمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية وقال رئيس كوريا الجنوبية خلال لقائه وزير الخريري الصيني وانجي في سول قال إن بلاده ستبذل جهودا مع المجتمع الدولي بما في ذلك الصين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام أطلقت مديرية الصحابي المينيا قافلة طبية بقرية أبو خلق بمركز دير مواس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحابي المينيا محمد نادي إن المدرية نظمت القافلة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين في عدد من التخصصات حيث تم صرف الأدوية وعمل الفحصات اللازمة بالمجان وتواصل الحكومة جهودها لتنفيذ المشروعات بقطاع الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال محافظه المينيا أسامة القاضي إنه جار العمل لتنفيذ مائة وثلاثة وثمانين مشروعا في قطاع الصحة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة لتطوير مائة واثنتين وتسعين قرية بإجمالي اثنتين وثلاثين وحدة محلية بنطاق خمسة مراكز على مستوى المحافظة وهي أبو قرقاس وملاوي والعدوى ومغاغة ودير مواس مشيرا إلى أن المشروعات تشمل إنشاء ثلاثة مستشفيات مركزية بالإضافة إلى 12 مركزا طبية أطلقت وزارة وصحة قافلة طبية بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال منصق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة وقعت الكشف على 104 حالات بمختلف التخصصات الطبية وأشار إلى أنه تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وكرة محافظة البحر الأحمر أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ 500 ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في 148 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية منذ شهر أغسطس الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبد الحكيم محمود قال إنه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربين خلال هذه الندوات والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور وتقديم كافة سبول الدعم لهم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان مالك وحدات الاسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وأكد المركز أن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن مشددا على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها عشرين عاما فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي والبنزين طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها تواصل جامعة أسوان تطعيم أعضاء هاية التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بلقاح كورونا وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان أنه بنهاية سبتمبر الجاري ستكون الجامعة قد انتهت من تطعيم حوالي سبعة وثلاثين ألفا من منسوبي الجامعة احنا عاملين خطة مستهدفة لتطعيم سبعة وثلاثين ألف من منسوبي الجامعة أعضاء التدريس موظفين وطلاب المرحلة الأولى من الخطة حاليا احنا بنطعم حوالي ثمان تلاف ومتين اللي هم حوالي الطلاب الجدد اللي هم جايين يقدموا على الكليات الجديدة بحيث أنه هم نقدر مع الكشف الطبي من نعمل التطعيمات بتاعتنا بالإضافة طبعا إلى استكمال الجهاز الإداري والعضاء التدريس إن شاء الله في بداية العام الدراسي هنبدأ بقى نطعم الطلاب القدامى عند بداية العام الدراسي أكدت وزارة التنمية المحلية اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة كما أكدت ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخلال استقبال وفد رفيع المستوى من حكومة ناميبيا وبرنامج الأغذية العالمي على همش مشاركتهم في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتنمويل الإنمائي والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أهمية المشروعات التي تشرف عليها الوزارة على رأسها برنامج تطوير الريف المصري الذي يهدف إلى تحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن في 20 محافظة على مدار 3 سنوات أو 3 سنوات بتكلفة تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الحكومة تفتح أبوابها دائما للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص إيمانا بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشرق جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية حيث استعرضت رؤية مصر لتحقيق النمو الأخضر بالشراقة مع القطاع الخاص وآليات خلق المناخ الداعم وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامنا مع تودهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لإستراتيجية التعافي الأخضر كدزء من الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر وخلال لقائه المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آيات سليمان ومسؤولين بالبنك الدولي أوضح القصير أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية وتؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الأفات والأمراض النباتية الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاس والشركة المصرية القابدة للبترو كيمويات إيكم وشركة تويوتا سوشو اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث تقنيات اليابانية على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال ستة أشهر تمهيدا للسير قدما في تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التداري والبيئي أعلن البنكو المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت إلى 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسي عند 31.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 وبلغت التحويلات من عبريل إلى يونيو 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2020 أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي المؤشرات بدغوط مبيعات المتعملين لجانب تراجع رأس المال السوقي 3.8 مليار دولار ليغلق عند مستوى 729.8 مليار دولار هذا وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.34 في المئة ليغلق عند مستوى 11.149 نقطة كما تراجع مؤشر شركات صغيرة والمتوسط EGX70 متساوية الأوزان بنسبة 1.87 في المئة ليغلق عند مستوى 2849 نقطة وللمزيد من المتابعة مشاهدين ينضم إلينا عبر الهاتف عسمة ياسين خبيرة أسواق المال أستاذ عسمة بعد التحية كيف تقيمين أداء البرصة خلال تعاملات اليوم وأهم الأحداث التي أثرت على التعاملات من وجهة نظري مساء الخير على حضراتكم وعلى جميع السادة المشاهدين جلسة النهاردة مشتظرة أن نتفاصل عن بقية جلسات الشهر أموماً النهاردة إحنا جلسة منتصف شهر سبتمبر اللي اتدأناه مع بداية التداولات مع لوائح الجديدة المناصمة لحركة التداول وبداية العمل بنظام المجدد اللي هو الأول مرة يتعامل ديه في البورصة المنصرية في مصر علشان نكون زي بقية البورصات العالمية ونكون على نفس المستوى المشارف في بقية البورصات العالمية جديد بالذكرة نهاية إحنا البورصة التانية في المنطقة اللي بتستخدم النظام المزاد سبقيتنا في السعودية وبقالها السنة بتشتغل به والموضوع كان ناجح جداً وإن شاء الله نتمنى نجاحه عندنا حصلت كذا حركة تصحيحية خلال الأسبوعين الماضين رفعت لنا المؤشر كذا مرة ولكن كانت في عمليات بيع ما أداش أقول أنها تنبيع عشوائي لكن كان فيه عنف في حركة التداولات قدت إلى أن نعمل عمليات جني أرباح سريعة وده اللي خلني فيه عندنا تقريباً جلسة خضرة وجلسة حامرة لكن الإجابة في الموضوع أن احنا لازمنا المؤشرين الرئيسيين موجودين حول مناطق المقاومة الرئيسية يعني احنا عندنا المؤشر الرئيسي أفل عند 11149 هي مستوى المقاومة السنوية عندي بيستهدر 1150 كنا نباح صحيح كنا أفلين فوقيه 14190 وقد عندنا إشارة أن احنا خلاص بدأنا ناخد حركة سعرية صاعدة إلا أن العنف اللي بدأ يظهر في الجلسات التداول مع رفع حدود السعرية 20% أباً داول بدأت تديني لحركة سعرية أسرع وتعامل جني أرباح أسرع فبدأنا نلفز حوالي نفس المنطقة بشكل أكتر ونبقاش الارتفاع بشكل عمودي لأن الحركة بدأ يكون فيها نوع من الاستقرار عظيم سوزا عصبت لو تحدثنا عن القطاعات أبرز القطاعات المترجعة خلال التعاملات أسباب التراجع من وجهة نظر الحقيقة نحن نهارده كان أغلب القطاعات المترجعة وكان عندك بس استثناء قطاعين اللي هو قطاع الورق زائد قطاع الرعاية الصحية أغلب القطاعات زي ما قلنا حدرتك أن نحن عندنا عمليات جني أرباح ما قدرش أقول عليها أنها وحشة كمية هلسي جدا بالماركت بتبتدي بتخفز بتعمل غربالة للباقع وبتدخل مشتري جديد من نفس البوزيشن بيديني إشارة أن فيه لسه قوة وفيه سترنت أقوى موجود في السوق وأن لسه فيه زخم ولسه فيه أقبال من المستثمر لجميع فئاته كمان عايزين نتكلم كمان عن اللاعب الرئيسي عن المؤسسات الأجنبية بدأت تدخل بدأنا نشوف فعلا الحركة الإيجابية بتاعتهم موجودة خاصة على الأسهم القيادية اللي عندنا في المؤشر الرئيسي بلو شابس نفسها كلها بدأت يسهر فيها زخم شرائي طبعا ما نقدرش برضو نخفل أن نحن أساعدنا في النقطة دي ونساعد أن يدخل فيه قوة شرائية للحركة التصحية الموجودة على المؤشر السبعي زائد وجود نظام المزال اللي بدأ يعمل دفع أو يعمل بشكل دفاعي لحركة المؤشر الرئيسي اللي بدأ يكون مستقر نوعا ما قرب مناطق المقاومة بقية القطاعات الماركت عموما كلها النهاردة كانت في حالة تراجع لكن مش تراجع صعب أو تراجع مخيص لكن هو تراجع صحي لعمليات جاني أرباح يعني أنا مقدرش حتى يقول عليها أنه كان في تفصيل لا هو جاني أرباح في حماية للأرباح بعد وصول معظم الأسهم المستهدفات الرئيسية فكان طبيعي جدا أن يحصل في حماية للأرباح ويبدأ يدخل مشتري جديدة على نفس المناطق السعرية دي على سين يطلع في حركة السعرية أقوى عظيم ده رصدك أستاذ عسمت لأبرز تعاملات اليوم وأيضا قراءتك للقطاعات بشكل عام والمترجعة منها بشكل خاص توقعاتك للسوق خلال باقي جلسات الأسبوع نحن لسا منتظرين جلسة الغد هتكون الجلسة المكممة خلال جلسات الأسبوع إحنا برضو ما نقدرش ننسى أن إحنا بكرة إن شاء الله عندنا اجتماع البنك المركزي لتقييم سعر الفائدة هل هيتم تسبيته أل هيتم تخفيضه حتى لو اتخفض بشكل بس خفيف حتى لو نصف المية طبعا هي جميع الترشيحات بترجح أن احنا هكون في عملية تسبيت لأن في ارتفاع طفيف حصل في التضخم مع دخول المدانس كل سنة وخدرككم جميعا طيبين فده موسم عندنا زائد كمان أن في عندنا حرقة ناشطة في القطاع العقالي مع ارتفاع معدلات الزيولة الدخلة من المصرين عاملين في الخارج فبدأ يحصل بعض التضخم هو برضو التضخم مش صعب لا هو التضخم لسا في الحدود الأمانة فإحنا جميعا بنرجح أن هيحصل في عمليات تسبيت وإن لم يكن هيكون فيه تخفيض بس هيكون تخفيض طفيف جدا كإشارة كل سنة دي الاستثمار والمؤسسات الأجنبية وإن لازال في عزم جديد في السوق في الاقتصاد عموما وفي الماركت وخلي بالحضرتك أن احنا إن شاء الله دخلنا على طرح جديد وإيجابي إن شاء الله يتم خلال الرابع القادم فإحنا اقتصاديا بنتهيأ بسوق المال أن هو يستقبل هذا الطرح هو طرح حكومي وإن شاء الله هيحظى بنجاحه بقبول محلي وأجنالي وعربي إن شاء الله نعم نأمل ذلك يا سيد عصمت ياسين خبيرة أسواق المال أشكرك شكرا جزيلا أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل لنقل خبرتها وتجربتها التنموية إلى العراق الشقيق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها من أجل بلوغ الهدف السراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وسرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح ومصطفى القاظمي رئيس الوزراء مؤكدا سيادته حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعاد الرسمية استثمارا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة كما شدد الرئيس وأسيس على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية فضلا عن رفض مصر التدخلات الخارجية في شؤون العراق مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط على التدخل في شؤونها الداخلية من جانبه نقل الحلبوسي إلى الرئيس أسيسي تحياتي الشقيقي الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي مؤكدا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للسيد الرئيسي للعراق الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات التنائية الوثيقة بين البلدين مثمنا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في تنميته وترصيخ أمنه ذلك في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية كذا على الصعيد الإقليمي مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدول تحول اليوم ذكرى ميلاد أبو دحق جنان الفنان الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين والذي يعد واحدا من أعمدة الكوميديا في تاريخ السينما المصرية إسماعيل ياسين قدم خلال مشواره الفني العديد من الأفلام والتي حملت اسمه كما شارك نجوم الزمن الفن الجميل في أعمال مزالت خالدة في ذاكرة الجمهور امتلك رسم بيكاسو وأصبح للموسيقى بيت هوفن وكرة القدم ركلها بيلي أما إسماعيل ياسين فأصبح يملك الفن فخلق الفن لأجله في الخامس عشر من سبتمبر من عام 1912 ولد إسماعيل ياسين بمحافظة السويس قبل أن يلتحق بأحد الكتاتيب ثم بعدها انتقل إلى المدرسة واستمر بها حتى الصف الرابع الابتدائي أخذ من طاهرة المعز قبلة لحلمه فولى إليها ابن السابعة عشر ربيعا بحثا عن تحقيق حلمه في الغناء في مقاهي شارك محمد علي قبل أن يلتحق بفرقة بديعة مصابني والتي من خلالها وجد ضالته في رفيق دربه أبو الصعود اليبياري والذي كون معه ثنائيا فنيا شهيرا وقدم سويا ما يزيد على 150 فيلما سينمائيا منها إسماعيل ياسين في الجيش والمجنين في نعيم والفنوس السحري والمليونير بالإضافة إلى ما يقرب من 65 مصرحية غير الكثير من المنوروغ وفي عام 1939 أعلن الفن ميلاد واحد من أهم من سطر خطوط الكوميديا عندما اختاره فؤاد الجزائري ليشترك في فيلم خلف الحبايب ليبدأ أبو ضحكا جنان أولى أعماله السينمائية ولم يحتاج آسر القلوب إلى الكثير من السنوات في عالم السينما ليجعل الجماهير تتهافت على شبك التزاكر فكانت أعوام 1952 و53 و54 عصره الزهبي صاغ النجم الضاحك مسيرة طويلة من الأعمال السينمائية والمصرحية وحملت العديد من الأفلام اسمه كصق للنجاح المضمون وعامل جذب للجمهور مثل أفلام إسماعيل ياسين في الأسطول وإسماعيل ياسين في متحف الشامع وإسماعيل ياسين في البوليس 33 عاما قضاها أبو ضحكا جنان أمام كاميرات السينما أو رسلنا فيها الضحك وفي الرابع والعشرين من مايو من عام 1972 ووري قسمان والصرى ليبقى رغم مرور عقود على رحيله أيقونة للضحك وعملاقا لفن المولولوك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس والذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب ظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم مشيرا إلى أنهم ساهموا بجهودهم المضيئة في الحفاظ على الصمع الدولية للقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم وعبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي أشر الرئيس السيسي أن مصر تحتفل في هذه الأيام لمناسبة مرور 65 عاما على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس التي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية وملحمة لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة لهذا الخبر مشاهدين نكونوا قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبق فيها لتذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوان الرئيس السيسي تسلم أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا إذانا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة تواصل أعمال ملتقى بناة مصر ومدبولي يؤكد أن مبادرة حياة كريمة هي أيقونة الدولة المصرية مدبولي يشهد مرسم توقيع اتفاق وزري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ انتهت نشرتنا في تمام الساعة سادسة مشاهدين جولة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة التلفزيون المصري إلى المرتقى اشتركوا في القناة